ألاف من المخترعين والمبتكرين تمتلئ بهم مصر لديهم الأفكار ولكن يشكون من قلة التمويل وهو ما تحاول الحاضنات التكنولوجية المدعومة من الدولة والجمعيات الأهلية والجهات المانحة التغلب عليه ولكن قبل ذلك يحتاج المبتكرون أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال هل الفكرة موجودة في السوق ولا لا؟ الفكرة قابلة للتنفيذ ولا لا؟ لو أنك الحاجات دي بتنطبق على فكرتك بالتالي بتبدأ بقى تدور أن تعمل نموذج أولي بعد كده بتدخل على مرحلة أن تشوف حاضنة تكنولوجية من سنتين قررنا أنه نعمل product أو منتج نساعد به الناس اللي بيحصل لها بتر من تحت الكوة مكناش هنعرف نعمل كده من غير حتى ما نطور 3D printer بتاعتنا عشان تساعدنا للبروتوتيب بسرعة كل ده لحد ما خدنا الدعم من جمعية ابني لما خدنا الفاند من هنا مش بس ده ساعدنا أن نعمل البروتوتيب بتاعنا بسرعة لهو كمان وفروا لنا مكان اللي احنا نقدر نشتغل فيه واللاب اللي احنا نستخدمه عشان نطور المنتج بتاعنا البروتوتيب بتاعنا عبارة عن كاف يقدر الشخص يلبسه ويتحكم فيه بإشارات العضلات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هي نقطة البداية عن طريق تسجيل براءات الاختراع أو تحميل بيانات المنتج على موقع بنك الابتكارات من أجل أن يراه المستثمرون وهي تمنح التمويل أيضا للحاضنات التكنولوجية وفي بعض الشركات كانت بدأ بـ 200 ألف سعرها للسوق مثلا 10 مليون دلوقتي وفي حاجات وصلت لـ 100 مليون وده مكسب كبير جدا جدا طبعا العدد قليل جدا 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 عشان نبقى صادقين الأكاديمية تمول مشروعات التخرج بـ 11 مليون جنيه كل عام ولديها معرض سنوي للابتكارات كما استحدثت برنامجا لتمويل الشركات الناشئة والتي ترفض البنوك تمويلها لذا فلم تعد هناك حجة تقريبا أمام المقترعين الذين يشكون من قلة التمويل تامر نصرة العربية القاهرة